يعني الآن موضوع التعاسى ذكرت ولكن أيضاً على الصعيد المهني ذكرت فكرة خطيرة قلت أعتقد أن وظيفة مؤثر هي من أكثر المهن جلباً للقلق والتوتر والاكتئاب كنا نقرأ دائماً أنه اعمل المهنة التي تحبها تكون سعيداً أنت تقول هذه المهنة تجلب القلق والتوتر والاكتئاب في كثير من المهنة صار فيها حول كثير من الفكار رومانسي زي فكرة دادس الأعمال مثلاً كثير رائد أعمال وستكون غني واثري ومستقل لكن في الواقع لها جانب سوداوي ما يتحدث عنه الكثير بشجاعة الحقيقة ذات الشيء الذي يجد شغف وإنسان محظوظ لكن يجعل شغف ومصدر دخل هذه معجزة أنا كان هدفي هنا يجب أن يكون شغفك أو مرسته بعيدة عن سعادتك إذا تعرضت مع سعادتك الذي أصل وجود أصل جوهر والمشاعر الإنسان يبحث عنه الإنسان يجب أن يراجع نفسه ويعيد تقييمه أنا كان خطأي شخصياً أني جعلت هوايتي في مصدر دخلي وبالتالي كان أي شيء يأثري هوايتي كان أتحسس منه مادياً واجتماعياً وهذا الذي يجعل عبد الله الجمعة يتراجع أو يتوقف عن استخدام السفر كمهنة وتحويلها إلى هواية مرة أخرى أنت تريد تراجع يعني الآن تستقيل من السفر كمهنة وتريد أن ترجعها إلى هواية أستقيل منها بشكل كبير جداً نعم الحمد لله وهذه أنا خططها قبل سنتين المقالقة في ناس قاعدين يشككون يقولون لك لا هذه فترة نقاها بس عبد الله يبس يبيل فت الأنظار بطريقة معينة ويرجع مرة ثانية على شغل الأول والله شوف الحمد لله لسه بحاجة أنا أطلع ببرنامجكي الحين ما أحتاجني أضواء النقطة الثانية اللي يعرفني جيدة وذكرت حتى في مقابلات سابقة النقطة هذه اللي تابعني جيدة أني يعرفي خلال السنة الماضية قلت سفراتي في شكل كبير جداً قبل فأس سنوات لما بدت أشعر بالقلق هذا كنت أقضي شهرين برياض عشر أشهر خارج المملكة السنة اللي قبل قبلها أربعة أشهر في رياض السنة الماضية جلس فيها ستة وسبعة أشهر داخل المملكة والسنة هذه كنت ناوية قد ما تصدقني عبد الله أني ما عندي ولا رحلة أنا ألغيتها بسبب كورونا ما عندي ولا رحلة أنا ألغيتها ولا يعني كنسلتها ولا بدلتها ولا تجلتها ولكنت بخاططت لها عشان كورونا ما كان عندي رحلة كنت فعلاً مقرر أني أعود إلى السعودية بعد الكرنفال في البرازيل وأستقر فيها فترة للصيف يعني ما ودي أقول بي قديها الأبد بس أنه قررتنا التقليل من المهنة يعني لو يعني بعيد شر يعني لكن لو قد جاءك ظرف وما استطعت أن تسافر لأربع خمس سنوات وأقمت في الرياض تعتبرها حياة كارثية أو حياة سعيدة تستطيع أن تجد السعادة في الرياض لو سألتني السؤال قبل خمس سنوات بقول لا أتقى أني بنتحر من رابع يوم لكن يوم لا يعني الله إن شاء الله ما يقوم هذا الواقع لكن الحمد لله أنا تعلمت شيء من السفر يعني تعلمت أنه الشيء اللي كنت أبحث عنه في كل مكان في العالم بالأودي والجبال والأحراج هو موجود هنا داخلي يعني بس خطرنا تعلمت الأداة اللي كيف حاول أستخرجه وأستمتع فيه